السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين يا ربي دايما تكونوا بخير ومعيني فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متاش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل دا كله صلحة سيدنا محمد اللهم صلحة سيدنا محمد وخبرنا النهاردة عن ملايك وسيل وبعد الضجة الكبيرة اللي حصلت والأم في ضد المرأة والضرب واللي حصل واللي طلوع قال ان هو يعني يضربها في عينيها هو السبب علشان خاطر كتلابسة فستان قصير وان هو مع جبوش الحالوي ينفصل عن بعض قبل زواجهم بشعر في ناس شكة جدا في الموضوع بتقول هي مجرد تمثيلية عاملينها واخرين بيقولوا ارجعي له انتوا اللي اتنين كنتوا كابر رائع جدا وكنتوا حيوين جدا جدا مع بعض وناس بتتمنى لهم الرجوع مش معقول هيخسروا بعض بسبب السوشيال ميديا واللي حصل وان المفروض كان يبقى فيه انغلاقه طبعا المفروض يبقى فيه انغلاق انت حرة في اللي يعمله فيك وهو حر يعمل فيك ايه وانت قابلة او مش قابلة دي كل واحد ترجع لشخصيته كل واحد حر مش بالضرورة ان انتوا يعني تعملوا كل المشاكل وكل الحاجات دي على السوشيال ميديا وتشركوا الناس فيها والناس طبيعين هي هتعلق والاخر ترجعوا تزعلوا وتخربوا حياتكم او تبوزوا حياتكم بسبب اراء الناس لان اي الدنيا فيها خلاف ولكن الخلاف بيروح ويجي طول ما هو في الكتمان ولكن لما بيوصل للعلن وبيطلع للناس وبيطلع للسوشيال ميديا وكل واحد بيقول رأيه فالموضوع بيجبر وبيبقى اسوأ واسوأ 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 لان الكلام بيكتر جدا جدا طبعا عايز ارأي حضراتكم انتم معايا في الكلام ده ولا لا او اشوف حضراتكم على الف خير وربنا يوفق الجميع يا رب العالمين وهدينا جميعا للقارارات الصحية والسلام عليكم ورحمة